اشتركوا في القناة ذلك التاريخ الموغل في القدم وما يحمله من وقائع واحداث وتجارب شكل الهوية الثقافية والحضارية للانسان العماني عبر العصور على مدى العقود الماضية وظفت السلطنة ارادات النفط للتأسيس للمرحلة الحالية والنهوض بالانسان وبناء وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوصلت الى مراتب متقدمة في كثير من المجالات الحيوية ومهدت لمراحل التطول القادمة اليوم ونحن نتطلع بشغف الى مستقبل عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فقد حان الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد والمجتمع من مرحلة الاعتماد على الموارد الناضبة الى مرحلة الابتكار والمعرفة مستفيدا من الفرص الناتجة عن المتغيرات الاقليمية والدولية تسعى السلطنة الى ان تبني اقتصادا منتجا متنوعا قائما على الابتكار وتكامل الادوار وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة وتعمل في اطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع الارادات العامة ويوسس لرؤية مستقبلية لمجتمع معرفي ممكن انسانه مبدع معتز بهويته وثقافته ملتزم بمواطنته وقيمه ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام عماده رعاية صحية رائدة وحياة نشطة وتعليم شامل يضمن منظومة تعلم مدى الحياة لينمي مهارات المستقبل ان التركيز على رفع جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي وتطوير المناهج والبرامج التعليمية يصمو لان يصبح خريج النظام التعليمي مؤهلين لدخول اسواق العمل المحلية والعالمية بقدرات وامكانات ومهارات منافسة تلبي مستويات الانتاجية والتنافسية المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي وتعزيز الامن الوظيفي اصبح من الضرورة في الوقت الحالي احداث نقلة كمية ونوعية في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة تدعم عملية البحث العلمي التطبيقي المعزز للابتكار في مختلف المجالات كما يستوجب تضافر الجهود ايضا لاجاد منظومة وطنية تعنى بالموهوبين والمدعين واصحاب الافكار الريادية وتوظيفا افضل للقدرات الوطنية بمشاركة جميع الفاعلين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني يتم التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة في مختلف محافظات السلطنة كما تتشكل ثقافات جديدة وضرورية لصياغة العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الرعاية الصحية بحيث يزداد الوعي المجتمعي بمفهوم الصحة مسؤولية الجميع كما يتم تجاوز المسافات والبعد الجغرافي لتقديم افضل الخدمات الصحية بمعاييرها العالمية لابناء السلطنة والقاطنين فيها يعد الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة فرصة كبيرة في مجال تطوير الشراكات التجارية وتوسيعها في مختلف دول العالم فمن خلال هذا الموقع تسعى السلطنة الى ان تصبح محط شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الاعمال الدولية من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خصوصا النوعية منها والتي تلب الطلب العالمي الجديد بما يدعم مكانة السلطنة لتكون مركزا تجاريا عالميا تعد الموانئ احد المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية وقد شهدت الموانئ العمانية على مدى السنوات الماضية تطويرا مستمرة نظرا لأهميتها في تحقيق التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات يسهم النقل الجوي في تعزيز الامكانيات اللوجستية للسلطنة من خلال تسهيل حركة الشحن الجوي من السلطنة واليها يعد قطاع النقل البري احد المكونات الرئيسية لقطاع اللوجستيات واحد اسباب نجاح القطاع في تحقيق اهدافه وقد عملت السلطنة على مدى السنوات الماضية على تطوير النقل البري لتحقيق العديد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياحية ترتبط عملية تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع بمواكبة مختلف التشريعات الوطنية والاقتصادية والقضائية لمسيرة النمو كما تستدعي مراعاة الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى افراد المجتمع بشكل عام وبالتوازي مع ذلك تمثل منظومة الرقابة الفاعلة جوهر النظرة المستقبلية في رؤية عمان عشرين أربعين عبر تطوير منظومة رقابة شفافة ونزيهة تساهم في حماية الموارد الطابعية والمقدرات الوطنية للسلطنة التي تعد ملكاً للجميع يتمتع الجهاز الإداري بمقدرته على تحديد الأولويات والمواءمة بين أهداف الجهات الحكومية المختلفة وقدرته على ضبط الإنفاق العام وتحسين مصادر الإرادات الذاتية للخزينة العامة من خلال حوكمة المشاريع الحكومية وتوزيعها على محافظات السلطنة بعدالة وكفاءة وفاعلية الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي علامة بارزة للهوية العمانية وذلك انطلاقاً من أن الحفاظ على التراث العماني وحمايته بكل أشكاله وامتداداته بما في ذلك مجال الآداب والفنون والآثار وغيرها يشكل ضرورة حيوية للحفاظ على استمرارية الهوية والطابع الخاص للشخصية العمانية بكل رصيدها التاريخي والحضاري الضارب في عمق التاريخ يقوم المجتمع عامة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة بدور فاعل في المحافظة على الموروثات الثقافية والتاريخية من خلال نشاطاتها المختلفة الممكنة والمدعومة من قبل الحكومة والقطع الخاص فيما ينهض الإعلام بالدور البارز والمهم في تعطير ثقافة الشباب العماني وإيجاد التوازن بين موروثات الحضارة ومرتكزات الهوية من جانب والتطورات التقنية وتوظيف استخدامها بطريقة المثل المساندة لبناء المجتمع المعتز بهويته من جانب آخر تتمتع السلطنة بمقاومات جذب سياحي فريدة ومتميزة تتوزع بين المناظر الطبعية ذات الجذب السياحي وشواطئ رملية تمتد لأكثر من 1700 كيلومتر وصحار رملية ووديان تعانق سلاسل الجبال كل ذلك جعل من السلطنة مقصدا ومزارا للكثيرين من الباحثين عن الاستجمال والاسترخام في الوقت الذي تتواصل فيه خطط التنمية وتعم مشروعاتها أرجاء السلطنة كان لابد يتواكب مع هذا الزخم ويتوازى مع هذه الإنجازات بناء سواعد قوية أمينة تصون منجزات ومكتسبات الوطن وتحفظ عمان آمنة مستقرة ينعم شعبها بالخير والطمأنينة حضيت قوات السلطان المسلحة باهتمام خاص شمل جوانب متعددة منها التسلح بأسلحة حديثة متطورة وتدريب القوى البشرية على التعامل الكفة مع مختلف الأسلحة حديثة التقنية مع تدريب نوعي متواصل على القتال الدفاعي والهجومي في مختلف الظروف البيئية والمناخية لتكون على أعلى درجة من الجهزية والتاهيل العلمي المستمر للقيادات في مختلف المعاهد والأكاديميات العسكرية تواصل شرطة عمان السلطانية مسيرتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية كافة لتحقيق ذلك وهي تفخر بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات الخدمية والأمنية والإنشائية في سعيها إلى تحقيق على درجات الأمن والأمان وقد عززت شرطة عمان السلطانية المنظومة الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية تنوعت بين قيادات للشرطة ومراكز شرطية بالولايات ومبان للخدمات ووحدات للمهام الخاصة يتجه الاقتصاد العماني إلى بناء قاعدة متينة على أساس التنويع الاقتصادي مع الاهتمام بالتنوع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار كما أن مستقبل الاقتصاد العماني القائم على التقنية والابتكار يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية يرتفع فيها المكون المعرفي والتقني بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية في أغلب الأنشطة والقطاعات كالسياحة والتعليم والصناعة بما فيها الصناعة المعتمدة على النفط والغاز بحيث يشكل الابتكار القاطرة الجديدة للنمو إن الاستراتيجية المستقبلية في مجال إدارة الموارد الطبيعية تركز على تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية كاستخدام مختلف أنواع الطاقة المتجددة التي تساهم في تخفيض الكلفة على القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنفسيتها إضافة إلى تبني نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجياته في تطوير مشاريع البنية الأساسية للسلطنة والتوجه نحو وسائل الطاقة البديلة كالرياح والشمس وغيرها بما يعزز الاستدامة البيئية إن تحقيق تنمية المتوازنة يتطلب وجود سوق عمل دي منظومة تشريعية كفاء يحقق مبدأ الفعالية ويحفز استيعاب القدرات الوطنية القادمة من مخرجات النظام التعليمي كما تعزز تشريعات سوق العمل وسياسات العمل المرنة دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب العماني المؤهل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى مواكبة سوق العمل العماني في تركيبته للتطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل أمام هذه التحولات والتحديات تقف السلطنة على مفترق طرق فإما أن تتجهل هذه التغيرات والتحولات وتستسلم لسياسات الرمال المتحركة من حولها وإما أن تواكبها وتستوعب تحدياتها بل وتستفيد من فرصها فتعيد صياغة لا دوار التنموية داخليا وتتوجه نحو العالمية بانفتاح مدروس وعلى الخيار الثاني يأتي الرهان المستقبلي لرؤية عمان 2040 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر